طيب احنا معنا الكابتن حكمنا الدولي العلامي كابتن جمال الشريف والاستاذ الطريق الادور اه لما قولك كلها منقول احنا مع عندنا النهاردة الكابتن شناوي مصر كلها هتكلمني عشان عاوزت تسأل في حاجات فحلسة عندنا كمان اسئلة من الجماهير ليك ويسألوا الكابتن شناوي انت ترضى عليهم لسة انا عندي حاجة كتير كده فعندي الكابتن جمال الشريف والكابتن دورة ربنا اخذ جمال الشريف ده جميل حانس ما هيقوله ايه ونرقع نحلل كلامه بسرعة اصعد الله وقاتكم بكل خير عزائنا متابعي قناة النادي الاهلي الاكارم يسعدني والشريفني ان اطلع عبر شاشتكم وانتهز هذه الفرصة لاتقدم بخالص التحية والتقدير الى ادارة النادي الاهلي المتمثلة برئيسها التاريخي الكابتن محمود الخطيب والى اطقم الفنية والادارية والى جماهير النادي الاهلي الوفية متمنيا للكابتن النجم مصطفى عبدو ان يوفق في ادارة البرنامج الخاص بالشأن التحكيمي لاهميته وضريره القصوى وايضا لأهي الغالي الكابتن احمد الشناوي الذي يعد واحدا من الكفاءات التي نتز بها على مستوى التحليل التحكيمي لما يتمتع به من اسلوب سهل ومقنع يستنى فيه على الوقائع ويعتمد فيه على القانون وتفسيراته الصحيحة متمنيا لمصر الشقيقة دوام التطور والازدهار ولكرة القدم المصرية وكوادرها دوام النجاح والتوفير انا بحييك يا كابتن مصطفى وبحيي ضيفك الكريم الكابتن احمد الشناوي احد علامات التحكيم في كرة القدم المصرية الحقيقة سواء كحكم في الفترة اللي ادار فيها مباريات من سنة 1980 حتى 2000 او كخبير تحكيمي والحقيقة انا بقول لك يا كابتن مصطفى ان انا لو في قرار كده فارق في التحكيم واحنا مش عارفين ان ناخد فيه الرأي الحاسم انا باخد رأي كابتن احمد الشناوي لان هو فعلا اول شيء وهو حكم كان مميز بالحاجات التحكيمية اللي هي بتتميز اي حكم اللي هي الثقة في قراره الهدوء والهدوء ده مهم جدا اي مسأل اي خبير تحكيمي يقولك لو الحكم فقط هدوء واتزانه بيفقد السيطرة على المباراة شكرا انا بقول لكابتن مصطفى معاك النهاردة واحد من الناس اللي بنلجأ لهم في كل القرارات التحكيمية الحاسمة اي قرار هيكون محتاج اي جدل تحكيمي اللي يجيب عليه يعني بكل وضوح وبكل طراحة هو الكابتن احمد الشناوي بحييك وبدي تحياتي ايضا لكابتن احمد الشناوي وكل التوفيق ليه في المناصب العديدة اللي تقلدها ولكن اهمها يعني كلمة او صفة خبير التحكيم اهلا بك يا كابتن احمد في هذا البرنامج ودايما بنستمتع بيك في كل تحليلاتك التحكيمية طبعا بنشره دكتور طارق الادور وهو زميل جميل وشخصية جميلة جدا وراجل مفطلع وراجل اري وراجل حافظ التواريخ وحافظ كل حالة لا 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 ونتمنى طبعا لكابتننا الكبير الكابتن جمال الشريف الصحة والعافية ونشوفك يا رب تأحسن صحة وأحسن حال ان انت قيمة وقامة بالنسبة لتحكيم العالمي شخصية يا ربنا هيدينه الصحة والعافية لا وطيبة وتواضع يعني شخصية بتحب تقعد تسمعه تتكلمه طب هتقول الكلام من دكتور طارق ادور اتقدر يتقوله هقوله طبعا انا بشكرك على الكلام هتقوله خلي بالك دكتور طارق يعني بيفحط في القانون وفي الحاجات بشكل كبير يعني بسم الله ما شاء الله يعني وموصوعة كبيرة طبعا موصوعة كبيرة يعني طيب